أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء بوغيس جونسون غادر المستشفى بلندن حيث كان يتلقى العلاج منذ أسبوع جراء إصابته بعد وفيروس كورونا المستجد وأوضحت دونين ستريت في بيان بهذا الخصوص لقد غادر رئيس الوزراء المستشفى وسيوصل تعافيها في مقر إقامته بشمال غرب لندن مضيفة أنه لن يستأنف العمل على الفور بناء على توصيات فريقه الطبية وكانت جونسون قد نقل إلى مستشفى سانتوماس بوسط لندن في الخامس من أبريل الجاري نظراً لاستمرار معانته من أعراض المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد حيث دخل يوماً بعد ذلك إلى وحدة العناية المركزة وظل فيها حتى التاسع من الشهر الجاري وجاء إدخال رئيس الوزراء البريطاني المستشفى ليحرم الحكومة من رئيسها في الوقت الذي تتواغل فيه المملكة المتحدة وسط أزمة صحية عصيبة من خلال حصيلة يومية تعد من بين الأكثر ارتفاعاً في أوروبا